ابدأ من الماتشين اللي لسه خلصانين النهاردة كانوا حلوين قوي فيها كورة بص النهاردة المتمتع من الساعة ستة وانا بتفرج على ماتش الزد والاسماعيلي لغاية لما اخلص الشوط التاني من مباراة برامز عشان السكة قال حقاجي انا اتكارت بقى كورة الحلوة بتاع الزمان بقى فرق كلها عندها طموح اللي هي عايزة تكسب وطبعا واضح جدا في الملعب بروح غير طبيعية من الاربع فرق اداء عالي بجد انا النهاردة بتفرج يعني مش عايزة اقول ماتشات كاس ماتشات دوري قوي جدا جدا يعني النهاردة بجد دوني يعني امل اه فعلا دون امل ان يعني الاهل موجود مش موجود زمانك موجود مش موجود فيه فرقة تانية ممكن تمتعب مدي اه ده احنا عايزان ده الاول مرة من 15 سنة من بعد مباراة حرس ومبي اه واللي كانت سنة 2008-2009 كان نهاية الكاس مفقوش اهل وزمانك من 15 سنة اول مباراة تاني مبقاش فيه اهل وزمانك زد وبرمت زد وبرمت هارجع تاني ولازم ابركلك على زد لانت قبل ما تكون مدير فان الاتحاد انت واحد من اللي قاموا بهذا المشروع اللي انا شايفه من انجح المشروعات في كرة القدم لانه قايم على فكر وناس اصحاب رؤى وعقل وبدأتوا صح برضو من قطعة الناشئين فرحتك النهاردة كبيرة انا عارف جدا جدا صراحة لان يستحقوا فعلا يعني اه بوسط حضاك اه زد مشروع كبير اه في هدوء اه في سيستم اه كل العاملين في هزي المنظومة في سيستم بيمشوا عليه اه في فكر اه اقول لحضاك حاجة يعني اه النهاردة مثلا لو جنا تفرجنا على فرق الاول قبل ما اخش في الناشئين بتاع وقطاع الناشئين حاجة تفضلت الكلمة عليه النهاردة بنتكلم على فرقة اصغر متوسط اعمار في الدور المصري هو زد اه اقل تكلفة اللاعبين واسعار اللاعبين موجودة في زد وده انا قلت قلتوا ما جابش اللاعبين الستار لا جاب اللاعب اللي يقدر يديله في المنظومة نهاية دي بقى العين اللي باللغة الكرة جعان الكرة نهاية دي العين بقى لان كل الموجودين في زد بتوع كرة نصح يعني حتى مثلا انا مش هنسى يوم ما زد كسب ديجلة ويتها اهل الدور الممتاز خلاص اعم الساعة واحدة بالليل لقيت يعني مصر هيسف بيكلمني هيسام عبدالعزي بيقول لي وجهة نظرك نجيب مين ومين من يوميها فالناس يعني بتوع كرة فهمين في الكرة وبعارفين بيعملوا ايه برضو اللي بسطني ان هي لما تيجي تبص على كده كلها مصريين جهاز مصري والثقة في مجدى عبدالعاطي اللي انا مقتنع به من زمان وبقول واحد من افضل المدربين انا قلت على المدربين اللي موجودين في الدولة المصري اللي كانت في احدى البرامج وقالولي المدربين انا قلت تلاتة انا بالنسبة لي هم دول الامل الامل بامانة يعني علي ماهر احمد سامي مجدى عبدالعاطي التلاتة دول لابد انه ده دول مشروع مشاريع او مشروع مدربين على مستوى عالف مصر بجد اننا شايفهم شايف طرق اداءهم علي ماهر بيذاكر كويس اوي شخصية شخصية كويس اوي نفس الكلام مجدى عبدالعاطي نفس الكلام احمد سامي بجد يعني لازم اتمام بالنوعية المدربين عشان نبقى عندنا كوادر تدريبية كويسة وبعدين حطت في الجهاز ولد صلاح الدين طبعا واحد من الوحد ده ده يا الوحد ده يا الوحد احد اخضروا بعدك الوحد بشت اكتر واحد تستمتع بتحليله اه لا يا جميل معبون فيه مقورة لا 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 حاجة لا لا بجد وخلي بالك الجهاز حتى استعانوا بمدربين كلمودين في الناشئين يعني هما برضو من النوعية اللي هو بيشوف مين مدربين ناشئين كويسين وانا بشان سامي مجدى جالي وقعد معايا في الاول ورحبت بيه طبعا وقال يمين قلت له خد مصطفى مصطفى إبراهيم بعد كده قال لي انت ديتني هداية يعني عارف انت النظر المدربين الناشئين كمان مصطفى إبراهيم اللي كان في الزمالك مصطفى إبراهيم اللي كان في المقاولين في بتاع المقاولين تمام وحتى اقول الحضر حتى وصلنا للعمال عايزين من عمال كواسين يطلعوا ففي النادي تحس اللي هو يعني مجموعة وجروب واحد شغالين لصالح منظومة اسمها زد بحقيهم النهاردة على الأداء بحقيهم على إنه هما النهاردة على الأول سنة في الدول الممتاز في مركز سابع حاجة جميلة جدا بالرغم من هما جالهم فترة دروب لو كان خادوا بس نص النقط دي كانوا مكانوا في مركز كويس النهاردة لما يوصل لنهاء الكاس برضو حاجة النادي رقم 24 في تراخ المسابع اللي هوصل للنهاء ما سمعتش مثلا عند مثلا يطلعوا يعتاردوا مش عارفوا ايه وقالش سويرة مسترونس يطلع يقول لا قبل الحكاء خالص ما دوش تمام لكن طبعا في الآخر النجاح ما بيجيش من فراغ بس فبحيهم